شهدت فعاليات قمة المناخ العالمية كوب 27 بمدينة شرم الشيخ اليوم عقد جلسات تحت عنوان يوم التنوع البيولوجي وخلال الفعاليات وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقيتين لتطوير الهايدروجين الأقدر والطاقة المتجددة دعما للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوبي وكانت القيادة السياسية قد دعت لأعداد سراتيجية وطنية متكاملة لإدخال الهايدروجين منخفض الكربون كمصدر واعد للطاقة في المستقبل وانطلاقا من غنى مصر بموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث جرى على همش القمال اعلانوا عن البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ أول محطة هيدروجين نظيف في العين السخنة اشتركوا في القناة